من الأخطاء الشائعة عندنا كلمة حتى هذه مختومة بألف والأسماء المختومة بألف كثيرا ما يحصل فيها عندنا الألف المقصورة والألف الممدودة فيعاملونها بشيء من الخطأ ويحصل فيها شيء كثير من الخطأ كلمة حتى فيها خطأ كثيرا ما يحصل أنها تكتب بألف قائمة وهي حقها أن تكتب بألف مقصورة على صورة المرأة مثل ما قلنا في خطأ ونبهنا عليها من ذلك الوقت التنوين كثيرا ما يثبته بعض الناس نونا والتنوين تعريفه نون ساكنة تنطق ولا تكتب ويأتي يقول دائما غالبا مثلا شيئا بيتا كذا ويضع النون وهذا غير صحيح فهي تنوين يشار إليه بفتحتين أو ضمتين أو كسرتين حسب الموقع العربي لكن هذه أيضا بعض الناس وكثيرا ما نلاحظ هذا يأتي بها بألف بعد اللام وهذا غير صحيح لأنها حفظت هكذا وعرفت عن العربي أنها تكتب هكذا من الكلمات التي اختصرت دانا أيضا كلمة رأي هذه من الهمزات التي يخطأ فيها ويكتبها بعض الناس رائي نلاحظ كيفنا تحولت من رأي إلى رائي هي همزة متوسطة وقاعدتها قاعدة الهمزة المتوسطة التي تعرفونها مبنى أيضا مثل ما قلنا في حتى هي كلمة مختومة يعني اسم مقصور ختمة بألف فهذه الألف بعضهم يحولها إلى ألف ممدودة ويحولها من اسم مقصور إلى اسم ممدود ويتصير مبناء نلاحظ هذا أيضا مثلا في كلمة أبهاء كثير من الناس يكتبها أبهاء هذا غير صحيح ليس بعدها همزة لأن اسم مقصور النشاط الثالث نلاحظ بعضهم يكتبها النشاط الثالث لأنها لام شمسية كثيرا ما يحصل هذا الخطأ في اللام الشمسية اللام الشمسية لماذا يخطئون فيها لأنها تكتب ولا تنطق لأنها تكتب ولا تنطق فيخطئون فيها من الأخطاء الشائعة أيضا بعض الناس يقول إن شاء الله يكتبها بعدم الفصل بين إن وشاء لا يفصل الحرف إن عن شاء الفعل فيتغير المعنى المعنى الذي يأتي إذا قلنا إذا كتبناها كما في الجانب الذي فيه الخطأ المعنى الذي سيتغير هو إن شاء الله يعني هذه تدل على انتظار مشيئة الله أن تحدث هذه هي التي في جانب الصواب أما إذا قلنا إن شاء الله من غير فصل فهذه يمكن أن يسوق هذا المعنى لو جينا مثلا نقول هذا الشيء من إن شاء الله أو هذا الشيء إن شاء الله خلاص هذه إن شاء بمعنى خلق أنشأ هذا الشيء خلقه لكن إن شاء الله بمعنى أنني أنتظر مشيئة الله وإذنه في هذا الأمر تكتب بفصل إن أن شاء فاعفوا عني كثيرا ما يخطئ الناس في كتابتها فيأتون بعد الفائب والصحيح أنها بلا واو هذا فعل أمر فعل الأمر معتل الآخر قاعدته أنه يبنى على ما يجزم به مضارع فالفعل يعفو عندما يجزم نقول لم يعفو بحذف حرف العلة من آخره هذه علامة جزمه واعفو هو فعل الأمر من يعفو مثل لما يجزم المضارع طبعا هذه القاعدة لن أطيل الكلام فيها لأنه سبق أن درستم هذه القواعد ترجمة نانسي قنقر